اشتركوا في القناة ونصب حركة الالكترونات في اشباه الموصلات ثم نعرف اشباه الموصلات النقية نعرف اشباه الموصلات النقية الحصة الماضية تحدثنا عن الموصلات والعوازل نراجع بشكل سريع ما اخذناه في الحصة الماضية ذكرنا ان لدينا حزمتين حزمة تكافؤ سواء في الموصلات او في العوازل حزمة التكافؤ دائما تكون ممتلئة بالالكترونات بعد ذلك إذا استطاعت الإلكترونات أن تكتسب طاقة وتنتقل من حزمة التكافر إلى حزمة التوصيل معناها أصبح لدينا موصل كهربائي في الموصلات حزمة التكافر تكون مليئة بالإلكترونات ولا يوجد فجوة ما بين حزمة التكافر وحزمة التوصيل بالتالي تستطيع الإلكترونات أن تتحرك بسهولة وبحرية وأشوائية إلى حزمة التوصيل الموصلات مثل الفلزيات بشكل عام جميعها توصل الكهربائي بسبب عدم وجود الفجوة ما بين حزمة التكافر وحزمة التوصيل أما العوازل لدينا حزمة التكافر وتكون أيضا مليئة بالإلكترونات وحزمة التوصيل تكون فارغة المنطقة ما بين حزمة التكافر وحزمة التوصيل هذه الفجوة كبيرة والإلكترونات لكي تستطيع الانتقال من حزمة التكافر إلى حزمة التوصيل تحتاج إلى طاقة تتراوح من 5 إلكترون فولت إلى 10 إلكترون فولت والسبب هذا يجعل من المستحيل أن الإلكترونات تستطيع الانتقال من حزمة التكافر إلى حزمة التوصيل لذلك العوازل لا يمكنها توصيل الكهرباء بسبب كبر مساحة الفجوة ما بين حزمة التكافى وحزمة التوصيل اليوم نتحدث عن أشباه الموصلات أشباه الموصلات مثل ما هو واضح أمامكم عبارة عن أيضا حزمة التكافى وتكون أيضا مليئة بالإلكترونات وحزمة التوصيل تنتقل إليها الإلكترونات لكن لو تلاحظوا أن الفجوة ما بين حزمة التكافى وحزمة التوصيل صغيرة نسبيا مقارنة بالعوازل هذه الحزمة الصغيرة أو الفجوة الصغيرة تجعل الإلكترونات باستطاعتها الانتقال من حزمة التكافى إلى حزمة التوصيل إذا اكتسبت طاقة بسيطة هذه الطاقة قد تمثل درجة حرارة الغرفة 25 درجة مائوية إلى 30 درجة مائوية باستطاعت بعض الإلكترونات تكتسب طاقة حركية تجعلها تنتقل من حزمة التكافى إلى حزمة التوصيل بسبب صغر الفجوة هذا بالنسبة لأشباه الموصلات دعونا نتعرف على تركيب أشباه الموصلات بشكل دقيق علشان نتعرف بعدين عن آلية عمل أو توصيل هذه الكهرباء هذه الذرات شبه موصل دائما نستخدم السيليكون والجرمانيوم في أشباه الموصلات في الأجهزة الإلكترونية يستخدمون السيليكون والجرمانيوم السيليكون والجرمانيوم عبارة عن ذرات تركيبها باللوري تمتلك أربع إلكترونات كل ذرة من الذرات يمتلك أربع إلكترونات هذه الأربع إلكترونات وظيفتها تربط ما بينها وبين الذرة الأخرى لو تلاحظ هذه الذرة واحد اثنين ثلاثة أربع وكل ذرة تمتلك أربع إلكترونات من حولها هذه الإلكترونات تجعلها مترابطة مع الذرات المجارة في جميع ذرات السيليكون والجرمانيوم رباعية تكافى أي أنها تمتلك لكل ذرة أربع إلكترونات تربط ما بينها وبين الذرة المقابلة ولو حدث أن الإلكترون انتقل أو تحرك يترك مكانه منطقة شارغة نسميها فجوة هذه الفجوة دائما تكون شحنتها معاكسة لشحنة الإلكترون إلكترون شحنتها سالبة بتكون الفجوة شحنتها سالبة في منطقة يسقط فيها الإلكترون نتكلم عنها بعد قليل نعرف وظيفة هذه الفجوة إذن أشباه الموصلات مثل السيليكون والجرمانيوم رباعية تكافأة وإذا قلنا رباعية تكافأة معناها أن كل ذرة تحتوي على أربع إلكترونات تربطها مع الذرة المجاورة لها صف باختصار تركيب أشباه الموصلات إذن نقول أشباه الموصلات ذرات رباعية التكافأة المقصول برباعية التكافأة تمتلك كل ذرة تمتلك أربع إلكترونات وهذه الأربع الإلكترونات تربطها بالإلكترونات المجاورة تربطها بالإلكترونات المجاورة إذن دائما أشباه الموصلات تترك من أربع إلكترونات رباعية التكافأة وكل ذرة تمتلك أربع إلكترونات تربطها بالإلكترونات المجاورة هذا باختصار تركيب البلوري لأشباه الموصلات ما تأثير الحرارة في أشباه الموصلات تكلمنا الحصة الماضية عن السيليكون والجرماني متأثيرهم بالحرارة الحزم في أشباه الموصلات قلنا تحتوي إلى حزمة التكافأة وحزمة التوصيل والفجوة بينهم صغيرة الفجوة هذه الصغيرة إذا الإلكترونات اكتسبت حرارة بالتالي ترتفع درجة حرارتها وتحولها إلى طاقة حركية تستطيع الإلكترونات الانتقال من حزمة التكافأة إلى حزمة التوصيل إذن كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زاد توصيل لأشباه الموصلات هنا تكون العلاقة العلاقة تردية ما بين الحرارة وما بين التوصيل إذن نقول العلاقة مع تأثير الحرارة كلما ارتفعت الحرارة الحرارة يزيد يزيد التوصيل يزيد التوصيل إذن العلاقة تردية ما بين ارتفاع الحرارة والموصلية هذا بالنسبة لأشباه الموصلات وهذا لو تلاحظون عكس الموصلات الموصلات إذا ارتفعت حرارتها يقل التوصيل لكن هنا إذا ارتفعت الحرارة يزيد التوصيل لأن الإلكترونات تستطيع أن تكتسب طاقة كافية لانتقال من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل هذا علاقة الحرارة بدرجة درجة حرارة تشباه الموصلات بالنسبة لموصليتها إذا زادت درجة الحرارة تزيد يقلل لا يتغير يثبت كلما ارتفعت درجة حرارة شبه الموصل يزيد موصليتها تزيد موصليتها هذه الإجابة بضاعتكم صحيحة نأتي على الفجوات الفجوات مصطلح جديد نحن نتعرف عليها الآن نحن تكلمنا عن الإلكترونات من حزمة التكافؤ تنتقل إلى حزمة التوصيل ولكن لو تلاحظ معي الإلكترونات الموجودة هنا انتقلت انتقلت إلى حزمة التوصيل بسبب اكتسابها لطاقة حرارية الإلكترونات شحنتها سالبة وانتقلت من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل ستترك منطقة فارغة تسمى فجوة هذه المنطقة الفارغة تكون شحنتها موجب شو وظيفة الشحنة الموجبة هذه المنطقة الفارغة؟ هذه الشحنة الموجبة هذه الشحنة الموجبة وظيفتها منطقة شارغة يسمح أو يسهل من عملية انتقال الإلكترونات من ذرة إلى ذرة بمعنى إذا كان فيه ذرة مجاورة الإلكترونات الموجودة فيها تستطيع الانتقال بسهولة إلى حزمة التكافؤ وكل منطقة الإلكترون من ذرة إلى ذرة يترك مكانها فجوة شاغرة شحنتها موجبة يسهل من عملية التوصيل إذن التوصيل في أشباه الموصلات يعتمد على الإلكترونات والفجوات الإلكترونات تنتقل تترك مكانها منطقة فارغة تسمى فجوة شحنتها موجبة تسهل من عملية انتقال الشحنات أو الإلكترونات لها وجود الإلكترونات ووجود الفجوات يسهل من عملية التوصيل الكهربائي وكل ما زادت عدل الإلكترونات والفجوات في شبه الموصل كل ما زادت توصيل الكهربائي الالكترون ينقل الكهرباء الفجوة يسمح للالكترونات بالانتقال إليها معناها يعطيك سهولة في عملية التوصيل الكهربائي ودائما اتجاه الحركة ما بين الالكترون والفجوة متعاكس الالكترون يتحرك لاحظ معي إلى الأمام الفجوة حركتها عكسية بمعنى الالكترون كلما ارتفع للأعلى ترك خلفه فجوة الالكترون كلما ارتفع للأعلى ترك خلفه فجوة فدائما اتجاه الإلكترونات للأمام والفجوات يكون إلى القلب حركة عكسية ولكن وجودهم معناها تزيد من عملية التوصيل الكهربائي كل ما كان عندك إلكترونات وفجوات أكثر كل ما كان التوصيل الكهربائي عندك يكون أكثر بالنسبة لأشباه المصرق ما معنى فجوة؟ قلنا الإلكترون إذا انتقل من حزمة التكافر إلى حزمة التوصيل يترك مكانة منطقة فارغة شحنتها موجبة عكس شحنة الإلكترون هذه المنطقة الفارغة وظيفتها تسمح للألكترونات بالنزول إليها إذا نزل الإلكترون إليها معناها زاد عملية أو فرص التوصيل الكهربائي هذا اللي نسميه الفجوات إذا وجود الفجوات والألكترونات مهم لحركة الإلكترونات صف حركة الإلكترونات والفجوات في أشباه الموصلات عند تطبيق فرق جهد عليه حين قلنا الإلكترون يتحرك للأمام هذا الإلكترون يتحرك للأمام يترك مكانه فجوة هذه الفجوة تكون حركتها عكسي إذن الحركة حركة الإلكترونات والفجوات متعاكسة متعاكسة الإلكترون يتحرك للأمام وكلما يتحرك للأمام ترك خلفه فجوة بالتالي تصبح حركة الفجوات معاكسة لحركة الإلكترونات هذه حركة الإلكترونات والفجوات هنا شكل أو صورة مجهرية توضح لك حركة الإلكترونات فيها بشكل أوضح لو تلاحظ هنا هذه تبينك أنها إلكترونات الإلكترون يتحرك للأمام الإلكترون كلما تحرك للأمام بهالشكل ترك مكانه فجوة هذا الإلكترون لو تحرك للأمام يترك هنا فجوة كلما تحرك الإلكترون للأمام ترك خلفه فجوة إذا الإلكترون يتحرك للأمام الفجوات تتحرك للخلف إذن الحركة هنا تكون متعاكسة ما بين الإلكترونات والفجوات لكن الإلكترونات والفجوات مهمة جدا في التوصيل الكهرباء والسبب إلكترون يوصل الكهرب الفجوة معناها منطقة للإلكترون يسمح الإلكترون بالنزول فيها يترك مكان فارق شحنة موجبة يسقط فيها الإلكترون بالتالي تزيل من عملية حركة الإلكترونات أو تسهل من حركة الإلكترونات في تزيل من التوصيل الكهرباء طيب عرف أشباه الموصلات النقية عرف أشباه الموصلات النقية نقول أشباه الموصلات النقية متى يزيد توصيلها؟ هي عبارة يزيد توصيلها فقط بوجود الإلكترونات والفجوات إذا أصبح عندك إلكترونات وفجوات وتتحرك بسبب ارتفاع الحرارة معناها أصبح لديك موصل كهرباء لو جينا نعرفها نقول أشباه الموصلات النقية عبارة عن ذرات تحتوي على إلكترونات وفجوات متحررة بمعنى أن أشباه الموصلات الإلكترونات فيها تتحرك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وحركتها بسبب ارتفاع درجة الحرارة يترك مكانه منطقة فارغة تسمى فجوة هذه الفجوة تزيد من إمكانية حركة الإلكترونات فبالتالي كلما كان عندك إلكترونات وفجوات أكثر في شبه الموصل معناها زادت إمكانية التوصيل الكهربائي هذه الحالة تحدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة الحرارة كلما ارتفعت الحرارة كلما زادت عدد الإلكترونات بالتالي تزيد عدد الفجوات المتحركة داخل أشباه الموصلات داخل أشباه الموصلات يجي على هذا القانون هذا القانون يحسب لك المعطيات الموجودة عندك هذا المعطى عدد الإلكترونات لكل سنتيمتر عدد الإلكترونات الحرة في كل سنتيمتر مكاعد تساوي عدد أفوغادرو مضروبة في الكثافة مضروبة في عدد الإلكترونات في كل ذرة مقسومة على الكتلة هذا القانون يحسب لك عدد الإلكترونات الحرة الموجودة في كل سنتيمتر مكعب لأي ذرة بشرط أنك تعرف عدد أفوغادرو اللي هو ستة واثنين من مية في عشرة وستلاثة وعشرين مضروبا في كثافة المادة مضروبا في عدد الإلكترونات الحرة في الذرة الواحدة مقسومة على الكتلة دعونا نأخذ مثال أو تمرين على هذا السؤال طاقة الحركية للسيليكون الصلب عند درجة حرارة الغرفة واحد وخمسة واربعين من مية في عشرة وستعاشرة إلكترون حر لكل سنتيمتر مكعب ما عدد الإلكترونات الحرة في كل ذرة سيليكون عند درجة حرارة الغرفة علما أن كثافة عنصر السيليكون اثنين وثلاثة وثلاثين من مية قرام لكل سنتيمتر مكعب وكتلته الذرية ثمانية وعشرين وتسعة من مية قرام لكل مول خلونا نبدأ بالمعطيات الموجودة عندك أعطاكنا عدد الإلكترونات الحرة لكل سنتيمتر مكعب إذن عدد الإلكترونات الحرة لكل سنتيمتر مكعب هذه موجودة عندك وقال لك تساوي واحد وخمسة واردعين في عشرة وصع عشر أعطاك أيضا الكثافة نقول لك الكثافة تساوي اثنين وثلاثة وثلاثين من مية وأيضا عطاك الكتلة الام ثمانية وعشرين فاصلة تساوي وعندك عدد أفو قادر وقيمة ثابتة تساوي ستة وثنين من مية في عشرة وثلاثة وعشرين هذه المعطيات الموجودة عندك نعوذ في القانون المطروب طبعا حساب عدد الإلكترونات الحرة لكل ذرة لكل ذرة القانون كيصبح كالتالي عدد الإلكترونات الحرة لكل ذرة تساوي ضع جذر بيصبح عندك القانون إذا رجعنا للقانون دعنا نرجع للقانون عشرة ديك وشلون يطلع معك هذا القانون هذا المطلوب الحين هذا المطلوب بنضرب الام في عدد الإلكترونات ونقسمها على العدد أفوغادرو في الكتلة نرجع للمسألة لنصبح القانون كالتالي تساوي أول شيء تساوي الام مضروبه في عدد الإلكترونات الحرة لكل سانتيمتر مكعب مقسومة على عدد أفوغادرو مضروبه في الكتلة نعود العام موجودة عندك تصبح 22 أو 28 ساوي صف تسعة فر واحد وخمسة واربعين في عشرة بس عشرة مقسومة على عدد أفوغادرو 6 في عشرة 23 مضروبه في الكثافة 2 إذا يصبح عدد الإلكترونات الحرة في كل ذرة مساوية بالتعويض بالآلة الحاسبة تطلع معك بالآلة الحاسبة 2.9 في عشرة السالب 13 عدد الإلكترونات الحرة بهذه الطريقة استطعنا حساب عدد الإلكترونات الحرة في كل في كل في كل ذرة باستخدام القانون الذي أخذناه قبل قليل هذا القانون المستخدم لحساب عدد الإلكترونات الحرة في كل ذرة طيب علل مقاومة أشباه الموصلات النقية كبيرة جدا أشباه الموصلات النقية لكي تستطيع توصيل الكهرباء تحتاج إلى حرارة وهذه الحرارة هي التي تسمح بالإلكترونات في الانتقال من حزمة التكافر إلى حزمة التوصيل ولأن أشباه الموصلات النقية لا تعتمد فقط على ارتفاع درجة الحرارة بالتالي تصبح مقاومتها النقية كبيرة جدا بسبب صعوبة انتقال بسبب أن الإلكترونات والفجوات تعتمد على الحرارة ولأنها تعتمد أشباه الموصلات النقية لأن الإلكترونات والفجوات تعتمد على الحرارة في حركتها في أشباه الموصلات النقية تحديدا بالتالي مقاومتها تعتبر عالية جدا أقل أقل من الإلكترونات المواد الصلبة الحركة فيها تكون سهلة مقاومتها بسيطة العوازم مقاومة كبيرة جدا بس هنا تعتبر أيضا مقاومة كبيرة لأنها تعتمد على ارتفاع درجة الحرارة يجب أنك تعطي الإلكترونات حرارة علشان تتحرك الإلكترونات وتترك مكانها فجوة فارغة تترك مكانها فجوة فارغة في أشباه الموصلات الأكثر شيوعا السيليكون والجرمانيوم اللي دائما نستخدمها في أشباه الموصلات النقية السيليكون والجرمانيوم تمتلك إلكترونات تكاف عددها هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة قلنا السيليكون والجرمانيوم أشباه موصلات نقية كل ذرة من ذرات السيليكون والجرمانيوم تمتلك أربع إلكترونات تربطها مع الذرات المجاورة إذن نقول عنها تمتلك أربع إلكترونات تكاف وهذه الميزة الموجودة في السيليكون والجرمانيوم بالنسبة لأشباه الموصلات النقية إذن خلاصة تعلمنا اليوم تعلمنا اليوم قلنا أن أشباه الموصلات النقية تمتلك حزمة التكاف وحزمة التوصيل وبينهم فجوة صغيرة الإلكترونات الموجودة في حزمة التكاف تحتاج إلى طاقة بسيطة طاقة حرارية بسيطة لكي بعض الإلكترونات تستطيع الانتقال من حزمة التكاف إلى حزمة التوصيل وإذا انتقلت الإلكترونات من حزمة التكاف إلى حزمة التوصيل تترك مكانها منطقة فارغة تسمى فجوة شحنة تاموجبة وجود الإلكترونات ووجود الفجوات في أشباه الموصلات هو ما يسهم من عملية التوصيل الكهربائي بالنسبة لأشباه الموصلات ودائما حركة الإلكترونات والفجوات دائما حركتها متعاكسة عن بعض إذا يقول في أشباه الموصلات تساوي تقريبا واحد إلكترون فولت صغيرة أشهر أشباه الموصلات المستخدم السيليكون والجرماني وتحتوي ذراته على أربع إلكترونات تكافر وهذه الميزة الموجودة في السيليكون والجرماني عملية نقل الإلكترونات في أشباه الموصلات ووضعه في حزمة التوصيل لا يحتاج إلى طاقة كبيرة يحتاج إلى درجة حرارة الغرفة العادية من 25 إلى 30 درجة جماوية كافية لأن الإلكترونات تستطيع الحركة من حزمة التكافر إلى حزمة التوصيل التوصيل في أشباه الموصلات النقية منخفض جدا مما يجعل مقاومته كبيرة مقاومته كبيرة يعني من الصعوبة عملية التوصيل الكهربائي حركة الموصلات والفجوات والفجوات دائما متعكسة اليوم تعلمنا أشباه الموصلات النقية والتي تعتمد على ارتفاع درجة الحرارة لكي تزيد من عملية التوصيل الحصة القادمة إن شاء الله نأخذ طريقة أضافوا فيها أشباه أو عدلوا فيها من توصيل أشباه الموصلات وتجعلوها أكثر موصلية للكهرباء بدون استخدام الحرارة إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة شاكل لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته